يقول بعض الناس وللأسف الشديد تراهم في رمضان يواضبون على الصلوات الخمس وعلى صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن فإذا منتهى رمضان تركوا ذلك أو أكثر فما الحكم فيهم وهل تقبلوا أعمالهم الصالحة تلك في رمضان؟ وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ أما الاجتهاد في رمضان الأعمال الصالحة فهذا شيء طيب رمضان له خصوصية وموسم عظيم ولكن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في أعمال الخير بكل عمره وفي كل حياته وفي كل الشهور لأن عمره قرصة ثمينة وهو قادم على دار تحتاج إلى عمل فإن الجزاء في دار الآخرة إنما يكون على العمل فالمسلم مطلوب منه أن يستغل حياته في الدنيا من أعمال الصالحة وأن يخص أيام الفضل والمواسم الخيرة كشهر رمضان يخصها بمزيد اجتهاد أما هؤلاء القوم المفرطون المضيعون للفرائض الصلوات فإذا جاء رمضان اجتهدوا وحافظوا على الصلاة فإذا خرج رمضان فإنهم يتركون الفرائض ويضيعون هؤلاء لا يقبلوا منهم اجتهادهم في رمضان وقال لبعض السلف إن قوما اجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا العمل فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان فهؤلاء لا يقبلوا منهم إذا تركوا الفرائض وتركوا الصلوات الخمس أما إذا كان تركوا شيء من السنن ومن النوافل فهؤلاء لا حرج عليهم ومرجى لهم القبول فيما أسلفوا في رمضان أحسن الله إليكم